أهلا بكم مشاهدين الكرام وصلنا بكم إلى هذه المساحة المخصصة لظلال على الأخبار والتي نسعد أن نناقش فيها ترتبات الأمنية الخاصة باتفاقية السلام ودمج القوات المسلحة في هذه الاتفاقية وفي هذه الفترة تحديدا أسعد أن يكون ضيفي داخل الستوديو الخبير الأمن والاستراتيجي وناطق الرسم باسم القوات السلام السودانية القومية سعادة العميد ياسر أحمد محمد خير الخزين أهلا بك ضيفا معنا داخل هذه النشرة وشكرا لوجودك أيضا بيننا في هذا المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر لكم بعد الله سبحانه وتعالى في فضائية النغمان لصدافة الكريمة لنطلع عبرها على المشاهدين الكرام فأهلا وسهلا بكم وبهم أهلا بك سعادة العميد الجيش قوات السلام السودانية القومية هذا المسمى نريد تفسيرا له أولا بداياته بداية تكوينه وإلى أين يمضي الآن قوات السلام السودانية القومية نشأت في 1984 عقب التمرد الدكتور جون قرنغ وفي 1987 أنشأت ووجيزت بمرسوم دستوري بالقرار الرغم 20 الصادر من الجمعية التأسيسية في 1987 وظلت الذراع الأيمن لقوات الشعب المسلحة منذ نجأتها وتكوينها إلى حينه وهي تعمل تحت الإشراف المباشر لهيئة الاستغبارات العسكرية بقوات الشعب المسلحة بماذا كانت تمتاز هذه القوات قوات السلام السودانية القومية والشعر الذي يميزها وإلى أين أيضا تم تعديل هذا الشعر قوات السلام السودانية القومية كما أسلفت هي ذراع الأيمن للقوات المسلحة وعملت معه في كافة مسارح العمليات العسكرية وخاضت جميع المعارك دون استثناء حتى المعارك الأخيرة بما فيها معاركة هجليج وهذه القوات تعمل على البعدين البعد الأمني في مناطق التماس خاصة وتحمل السلاحة إلى جانب القوات المسلحة متى ما دعا الداعي إلى ذلك شعار الأساس أو الرئيس لهذه القوات كان هو شعار الحصان والراية وتم منحه لقوات الدفاع الشعبي بعد قيام حكومة الإنقاذ ورأت هذه القوات أنها لا تؤذج لجهة سياسية أو جهة فكرية إنما هي ظلت كالعهد بها محافظة على منشيها وعلى مفاقها أنها قوات قومية وطنية تعمل تحت إمرت القوات الشعب المسلحة إلى أين أيضا تمضي؟ خاصة أننا نشهد اتفاقية السلام ونشهد ترتبات أمنية جديدة وهذه القوات أيضا هي جزء أصيل من مسألة المكون العسكري في السودان ما هو وضعها الحالي وإلى أين يمضي؟ الوضع الحالي نشكر إخوتنا وقادتنا في هيئة الإستقبارات العسكرية بقوات الشعب المسلحة التي أعطت هذه القوات قدرها ومقدارها وكل ما أسلفت وقامت به هذه القوات الآن هي ممتنة وشاكرة لهيئة الإستقبارات العسكرية ولغيادة القوات الشعب المسلحة فلهم جميعا التحييت والتقدير على هذا التقدير لهذه القوات التي ما رفع السلاحا في وجه الوطني أو المواطن لم ترفع سلاحا في وجه القوات المسلحة أو في وجه مواطن السوداني ولكن الآن ستدمج بجانب القوات المسلحة بجانب هذه الاتفاقية كما ذكرت لكن هناك تحديات تواجهة اتفاقية السلام بند هذه الترتبات الأمنية كيف يتم إنفاذهم في ظل أو أوضاع اقتصادية تمر بها البلاد والجميع يعلمها بداية نجب أن نؤمن على أن السلام مطلب الرئيس وغاية النبي ليزعى الكل إلى تحقيقها وإن فاتورة السلام مهما كانت باهزة السمن وقالت الكلفة فهي أهوى آلاف المرات من حرب يوم تحديات السلام خاصة في ظل الترتيبات الأمنية الحالية أولا أجملها في خمس نقاط النقطة الأولى عقبة التمويل فالتمويل هو العقبة الرئيسة في أملية الترتيبات الأمنية لهذه القوات اثنين عدم وجود قوات فعلية على أرض الميدان للكثير من هذه الحركات التي وقعت في اتفاقية جبا وسالسا المحاصصات التي رأيناها في الحاضنة السياسية لهذه الحكومة حكومة الثورة بدأت الآن تتشكل داخل أجسام بعض هذه الحركات الموقعة على اتفاقية جبا أربعة عدم سيطرة هيئات بعض الغيادات لهذه الحركات على منسوبها والدليل ما نشهده هو ما سمعناه قبل يومين من جهات تصدر عمليات حصر تأخذ مبالغا مالية مقابل منح بعض الأشخاص رتبا عسكرية مقابل مادي وهذا إن دل إنما دل على أن هذه ليس بقوات فعلية المقدة الخامسة وهي الشيء الرئيس الأساس هو عدم حسن عمليات هذه الحصر التي يترك لها الحبل على الغارب فهذه أهم التحديات التي تواجه عملية الترتيبات الأمنية برأيك إلى أي جهة يمكن أن توكل مسألة الهيكل هذه؟ هي في الحقيقة كان مفترض من اللجنة الأمنية المعنية من قبل قوات الشعب المسلحة في اتفاقية جبا أن تضع خطوطا رئيسة ونقاطا محددة لا يمكن أن تدمج أو توصم حركة أو يوقع مع هذه الحركة ما لم تكن هيكلتها كاملة قواتها محصورة على أرض الميدان بالعدد يعني؟ في العدد في مناطق التمركز العتاد الحربي الذي تحمله أما الآن فنحن نرى الناس في الأسواق في المنتديات في النوادي يجندون الناس بمقابل مادي دون النظر إلى الخلفية التي ينتمي إليها هذا العضو الجديد إنما بقابل مادي وأصبحت عمليات بيع وشراء لهذه العملية نعم هذا على علم ويقين من المسؤولين في الدولة؟ أم هي أخبار ليست إلا؟ هي في الحقيقة هذا ما يجري على أرض الوطن ولا بد لمعالجة هذه المشكلة من وضعها على طاولة التشخيص من جديد وعلى طاولة المفوضات وحسن هذا الأمر مع غادة هذه الحركات عندما تأتي إلى الاحتفال في الخامس عشر من هذا الشهر نعم هناك أيضا بعض التحفظات تجاه هيكلة القوات المسلحة من قبل خبراء ومختصين ما هي المخاطر هذه برأيك التي تجعل هذه العملية فيها نوع من هذه التحفظات؟ أقولها بدون أي تحفظ إن القوات المسلحة هي العاصم للشعب السوداني من التشرزم والعاصم له من الأيدوليات التي حدست في كافة الحقب وأن أقول للذين يريدون إعادة هيكلة الجيش من كان منتميا إلى القوات المسلحة بإسم الإنغاز فإن الإنغاز غشبعت موتا ومن كان منتميا لهذه القوات قوات الشعب المسلحة فهي حامية لحدود الوطن وحافظة لعرينه ومحافظة على وحدته وسلامة شعبه فهي قوات الشعب المسلحة الضامن الرئيس لهذا الوطن الحبيب في كافة الحقب مهما تغيرت الأنظمة ومهما تغيرت الأيدوليات الفكرية أيضا ورد في نص الاتفاق عقيدة عسكرية جديدة هذا المصطلح ربما نريد تفسير له وما هي العقيدة العسكرية الجديدة هذه باختصار وبكل صراحة ووضوح أقول أن إعادة هيكلة القوات المسلحة بفق عقلية جديدة هي أن نرفع الفاتحة على ما يسمى بقوات المسلحة السودانية كافة وأتساءل إذا كانت القوات المسلحة تابعة لنظام معين أو أيدولوجيا فكرية معينة أو نكون أكثر صراحة لو كانت منتمية إلى نظام الدولة العميقة وإلى نظام الكيزان كما يسمون فلماذا انقلبت هذه القوات على نظام الرئيس البشير ولماذا وصلت به الأمر أن أدعته حراسة السيجن بكوبر أليس ذلك كافيا بأن هذه القوات هي قوات وطنية قومية ليس لها أيدولوجيا أو تحذب لأي جهة فهذا هو الغرض والمرض بعينه ودون تحفظ مثل هذه العبارات الجوفاء ودغضغة المشاعر بعبارات الرنانة تنطيع على هوى وأجنة خفية لإعادة الهيكلة فهي كلمة حق أريد بها باطل نعم هذا ما تراه المؤسسة العسكرية ولكن دعنا أيضا نقودك إلى سؤال آخر ما الوضع الأمثل في ظل ما ذكرت يعني وضع الأمثل لهيكلة هذه القوات المختلفة المنضوية تحت اتفاقية السلام حتى أن نظل في وضع مستقير ووضع آمن يضمن الحقوق للجميع كيف تتوافق هذه المكونات العسكرية الموقعة للاتفاقية؟ بداية الحديث يوجه إلى هذه الحركات الحاملة للسلاح التي وقعت باتفاقية جبا وإلى الحركات الرافضة للمفاوضات ومن هنا أناشد الفريق عبدالعزيز آدم الحلو والأستاذ المحامي عبدالواحد محمد نور فهما الحركتان المؤثرتان على عرض الواقع وعلى عمالية السلم والحرب في الوطن على الناس أن تتغاضى عن الهفوات وتنسى المرارات والجراحات ويلتف الجميع لوطن يسعى الجميع وأن ندع هذه المحاصصات وأن ندع هذه الأيدولوجيات التي أقعدت السودان عن اللحاق برقب هذه الدول وهذه الأمم على إخواننا في الحركات التي وقعت باتفاقية جبا أن يجلسوا مع إخواننا في اللجنة الأمنية المعنية بهذه الترتيبات مع قوات الشعب المسلحة وأن لا يقدموا لأن هذا الجيش الذي يراد في هذا المستقبل هو يمثل الجيش السوداني إلى ما شاء الله فلا بد أن يدخل إلى هذا الجيش من هو مؤهل عسكريا فكريا علميا ثقافيا بعيدا حتى لا نرجع إلى ما وصلت إليه بعض الدول هناك أيضا مجموعة من الأقاويل في الأسافير المختلفة تتحدث عن أن هناك مؤامرة لإضعاف القوات المسلحة هل تعتقد ذلك صحيحا وما هي الغاية من ذلك؟ هي ليست مؤامرة بل هي خطة مرسومة بعناية فائقة ودقة متناهية ووضع السيناريو لها منذ بداية السبعينات ويفقى مخطط كسينجر وزير الخارجة الأمريكي حينها لتخسيم السودان إلى خمس دول والعاصم للسودان من هذا التمزق وهذا التشرزم في كل الحقب كما أسلفت هو قوات الشعب المسلحة الآن المخطط الذي يجري بشرق السودان حق تغرير المصير الذي يناتي به عبدالعزيز آدم الحلو مغابل علمانية الدولة والمساومة على ذلك كل ذلك سيفضي عاجلا وآجلا إن لم يتدارك الناس هذا الأمر ويلتفى السودانيون من أجل البقاء على وحدة هذا الوطن سنصل إلى خمس دول شئنا أم أبينا هذا ما تعتقد؟ بل أجزم به ما هو أيضا مصير قوات الدفاع الشعبي وقوات السلام التي لم يعالج وضعها حتى الآن خاصة وأنها كانت جزءا من المؤسسة العسكرية في السابق بالنسبة لقوات الدفاع الشعبي تم إجازتها بإجازة المجلس الوزراء والمجلس السيادي على أن تكون قوات احتياط أما نحن في قوات السلام السودانية القومية فالأمور جارية على قدم وساق والتواصل ما بيننا وبين قادتنا بهية الإثبارات العسكرية إلى قبل بدخولنا إلى هذا الأستوديو كانت المحادثات بيننا والتواصل عبر الوسائط المختلفة أولا نطمن إخواننا في قوات السلام السودانية القومية وكل المنتمين لهذه القوات أن الأمر قد صار قابق أو سيني أو أدنى فما عليهم إلا الانتظار وعدم الالتفات إلى هذه الأصوات التي تنادي بانضمام بعضا منهم إلى الحركات التي وقعت باتفاقية جوبا وأن الحياد عن هذا المبدأ سيرمي بهم إلى ما لا تحمد عقباه ومن هنا رسالة أخرى أوجهها إلى كل المنتمين إلى قوات السلام السودانية القومية بأن قوات السلام السودانية القومية لا تحمل بطاغة عسكرية على الإطلاق منذ بداية من القائد العام لها حتى آخر جندي فيها الكل محصور الكل معلوم منذ عهد شعبة جوش إلى حينه الآن الأجهزة الأمنية المختصة بإعادة غرار تفعيل قوات السلام السودانية تعلم يقينا كل الذين يبيعون ويشرون في بطاغات هذه القوات ومن هنا نحذق كل من يبرز بطاقة باسم قوات السلام السودانية القومية سيكون عرضة للمساءلة الغانونية وعلى الجهة التي أصدرت له البطاغة أو خولتها أن يحملها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة أما قوات الدفاع الشعبي التي منحت نمرا عسكرية فهي بعضا من غادتها وبعضا من المنتمين إليها يرون أن هذه الحكومة أو غيادة القوات المسلحة الآن حادث عن الطريق الفكري والأيدوليجي لهذه القوات بمعنى أوضح أنها لجأت أو احتمدت مسايرة مشروع علمانية الدولة احتمدت وأجازت إغصاء الشريعة الإسلامية من الوسيقى الدستورية وهذا ما جعل بعضا منهم يترجعون عن أخذ نمرهم العسكرية ولكن الرسالة التي يجب أن توجه لهم جميعا وخاصة الذين لم يحملوا هذه النمر العسكرية أن الوطن مستهدفن الآن ببعد خارجي ومساندة كبيرة صرفت عليها مليارات الدولارات والآن المخطط يجري على قدم وساق وبخطة حديثة لبداية انفصال الشرق السودان فعليهم أن نبقى أنا وابن عمي أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب سعد العميد تتحدث كثيرا عن إمكانية انفصال شرق السودان ما الذي يجعلك جازما أن الشرق سينفصل؟ ليس كل ما يعلم يقال وهذه المعلومات معلومات أمنية ولكن المخطط جاري والعين مفتوحة والأشخاص مرصودون وليس كل ما نعلمه يقال فهذه المعلومات نحتفظ بها إلى حينها ولكن نسجل هذا الكلام في قناة أمدرمان للذكرة والتاريخ هناك الوثيقة الدستورية قد نصت على أن بعد اتفاقية السلام سيكون هناك مؤتمرا دستوريا خاصا بشرق السودان كيف يمكن أن يكون هذا المؤتمر مانحا للأمل في أن لا ينفصل الشرق؟ الأمر في البداية وفي النهاية يتوقف على السودانيين ما لم يتوحد السودانيون على قلب رجل واحد فإن المخطط سيجري تنزيله شيناء أم أبينا على السودانيين أن يتوحدوا فالحصة وطن الحصة وطن نعم الخبير الأمني والاستراتيجي وضاطق الرسمي باسمي قوات السلام السودانية القومية سعادة العميد ياسر أحمد محمد خير الزين الخزين شكرا جزيلا لك كنت ضيفا معنا في هذا المساء شكرا جزيلا جزاكم الله